اشتركوا في القناة كما حضر الاحتفال عدد من اصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل ان مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الصناعة باعتباره احد القطاعات الواعدة التي تسخر من اجلها كافة الجهود والامكانيات لمواصلة دعمه والعمل على فتح مجالات ونطاقات اوسع للاستثمار فيه ايمانا بدوره كشريك هام في دعم جهود التنوع الاقتصادي وتماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مشيرا سموه الى ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام وحرص مستمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله للاستمرار في تعزيز اسهاماته بما يدعم مختلف مسارات التنمية وقال سموه انما تشهده المسيرة الصناعية في المملكة من تقدم وتطور تحقق على صعيد الصناعات المتخصصة كان امتدادا لمسيرة البناء والتنمية ونتاجا للاسهامات والجهود التي يقدمها ابناء البحرين والتي تصب دوما في تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وهنأ سموه جميع منتسبي شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بهذه المناسبة منوها بجهودهم الدؤوبة والطيبة وما حققوه من انجازات ونجاحات مميزة خلال العقود الماضية وما تحظى به من سمعة طيبة في هذا القطاع متمنيا لهم مزيد من التقدم والنجاح وتحقيق الاهداف المشهودة كما تم خلال الحفل الكشف عن الشعار الجديد والعلامة التجارية لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة كما عرضت الشركة رصيفها العائم الجديد الذي يتميز بضعف سعة الرصيف السابق مما يعزز التزامها بدعم خطط نمو شركائها وتعزيز قدراتها الخدمية من جانبه اعرب السيد فوزي احمد كانو رئيس مجلس ادارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لرعايته احتفال الذكرى السنوية الستين لتأسيس شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ولسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمداء الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل على تفضله بتشريف الحفل مؤكدا ان هذه اللحظة التاريخية التي تحتفي خلالها الشركة بمرور ستة عقود على تأسيسها تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل عضو في اسرة الشركة فجميعهم كانوا اعضاء مساهمين في بناء هذا الكيان الرائد في مجال اصلاح السفن والهندسة في مملكة البحرين مشيرا الى ان الرحلة بدأت منذ ستة عقود وكانت مليئة بالتحديات ولكن بفضل الجهود الدؤوبة والمخلصة لفريق العمل تحققت العديد من الانجازات لتصبح اليوم هذه الشركة احد الاسماء البارزة في هذا المجال على المستوى الاقليمي من جهة اخرى اعرب السيد جون ريبسون الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لرعايته احتفال الذكرى السنوية الستين لتأسيس شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ولسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صدوق العمل على تفضله بتشريف الحفل مضيفا انه على مدار اكثر من ستة عقود بنت باسريك سمعة طيبة في منطقة الشرق الاوسط كشركة الرائدة في قطاع تصليح وهندسة السفن فمنذ تأسست في عام الف وتسعمائة واثنين وستين قدمت الشركة خدمات بحرية مبتكرة ومتميزة ومجموعة من الحلول الشاملة المخصصة لصناعة البحرية والسفن العاملة في الخليج العربي جعلت منها المحطة الرائدة الاولى لجميع الاحتياجات البحرية